ده ده تم بجميع المحافظات اللي فيها إعادة المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب مع متابعة مستمرة من جانب أسادة المحافظين لإتمام العرس الديمقراطي والاستحقاق الانتخابي اللي بيعتبر أهم حدث ديمقراطي وهي جولة الإعادة اللي المفروض هتبدأ اليوم من الساعة التساعة صباحا حتى غدا الساعة التساعة مساء وحول حزمة الإجراءات الخدمية والاحترازية لدعم ممارسة الناخبين لممارسة حقوقهم الدستورية احنا معينا عبر الهاتف سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ ألمينيا صباحا خير سيادة اللواء صباحا خير سيدة أليم وصباحا خير على السادة المشاهدين كلها أهلا بحضرتك معينا سيادة اللواء يعني بداية خليني أسأل حضرتك عن بداية الإعادة في محافظة ألمينيا يعني بين كام مرشح وعلى كام مقعد عندنا 30 مرشح و15 مقعد في 5 مجان عامة طيب أعدد اللجان الفرعية احنا عندنا 474 مقر انتخابي داخلهم 1021 لجنة فرعية المواطنين من لهم حق اللي لها بأصفاتهم 3 مليون 326 ألف نسبة 3 مليون طيب خليني أروح مع حضرتك يا سيادة اللواء عن أهم الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء جولة إعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنين طيب انتخاب كافة الإجراءات والاستعدادات ده الكلام ده من زفات رأياني من أيام خدنا كافة الإجراءات الاحترازية في كافة المقارات الانتخابية في كافة مركز المدن تطهير وتعطيم ورفع كافة المخلفات والتراكمات من أقام من أمام مقار الليان على مستوى المركز كافة والقراء وطبعا المقارات جاهزة بالمعاكمات والمطهرات والكمامات عند دخول السابق المواطنين لمقارات الانتخابية اللي جاي من غير كمامة هنديره كمامة فيه معاكمات فيه متاهرات فيه تباعد عملنا سرادقات وعملنا مزلات لتوجد المواطنين قبل دخول اللي اتلاق بقى صوتهم طيب توقعات حضرتك لمدى إقبال المواطنين على المشاركة في التصويت أنا طبعا بناشد من خلال حضرتك كافة المواطنين ده حق دستوري وحق وطن ينزل يختار المرشح اللي هو هيمسله في مجنس المهات فطبعا إن شاء الله هيبقى في إقبال وكله هينزل وإحنا بنشاهدهم إنه ينزله وينجد بقى صوتهم يختار المرشح اللي هو عايزه عنده 30 مرشح في على مستوى المحافظات فهي ينزل يختار المرشح اللي هو هيمسله طيب مع دخولي يا ست اللي هو يعني مصر في الموجة ثانية من فيروس وجائحة كورونا يعني الناس ممكن تكون شوية قلقانة وخايفة إن هي تنزل وفي ناس ما عندهاش فكرة إنه إحنا خلاص بقينا نتكاسل فيه أبسط الإجراءات الاحترازية والوقائية وهي لبس الكمامة تعامل إزاي المحافظة مع الناس اللي مش مهتمة إن هي تلبس كمامة وطبعا ده هيكون ممنوع دخولهم أصلا طبعا ممنوع دخول أي مواطن للمقارات الانتكابية بدون كمامة إحنا مجاهدين كمامات برضو للمواطن اللي جاي بدون كمامة بس الحمد لله أنا شايف فيه وعي بين المواطنين المينية إنه هم كله يعني بيرتد كمامة إحنا فيه متابعة يومية ودورية على كافة المواطنين اللي بيركبوا المواصلات اللي بيرتدوا المطاعم والكافئات كلام دوا إحنا حملات يومية وبينوصحهم وينوعيهم وينلقينهم إن لازم اختخاذ الإجراءات دية الإجراءات احترازية كوفن على نفسه وعلى أهله وعلى أخواته وعلى أسرته الحمد لله يعني المحافظة لا تكتل ولا تملي في الموضوع دوا وهم عندهم معاك وإن شاء الله ربنا يستطيع يعني بيسمعوا كل التعليمات دي والمصايح دي إن شاء الله يا سيادة اللواء أخير يا سيادة اللواء يعني هل هناك توصيات خاصة للتعامل مع المواطنين ده والإحتياجات الخاصة آه طبعا إحنا يعني من اهتمامنا الكبير جدا بيهم مجهزين كلاسي متحركة من كبار سبين وزول احتياجات الخاصة وطبعا في مندوبين أمام الإجراء لمساعدتهم وليدخلهم للدهب أصواتهم الحمد لله يعني كل الاجباء جاهزة إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله والأرس الدموقراطي أكتمل في جميع حد المحافظات إذن الله إن شاء الله سيادة اللواء كل التحيات تقدير لحضرتك بشكرك جدا سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ ألمينيا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة اشتركوا في القناة